سيد ساطع كيف تتوقعون رد المجلس العسكري هل سيأتي الرد قاطعا أم ردا يستنزف المزيد من الوقت أنا أعتقد أنه أو أتوقع أن يأتي الرد إيجابيا لأن المجلس العسكري اتعامل في تقديرنا بإيجابية كاملة مع الأحداث الآن ونحن الأقرب للحدث هنا في الخرطوم والأقرب للاتصال بالمجلس العسكري نرى أن المجلس العسكري حتى هذه اللحظة يتعامل بموضوعية كبيرة ويتعامل بإيجابية ولذلك نتوقع ردود إيجابية على ما دفعنا به من وثيقة تحوي الهياكل الدستورية التي يفترض أن تحكم الفترة الانتقالية بما فيها مجلس السيادة وهو الآن المحق في التفاوض لأنه يمس حكم الجيش من عدم مجلس السيادة ونتوقع أنه المجلس العسكري سيرد بإيجابية كاملة لأنه حتى هذه اللحظة لم نلحب تتحدث وتقول بأنكم تتوقعون ردا إيجابيا يعني ما الذي حدث أيام مضت واتهامات موجهة من قبل الحرية والتغيير بعدم جدية المجلس العسكري في تلبية مطالب المتظاهرين وتلبية مطالب قوى الحرية والتغيير ما الذي حدث الآن؟ الموقف أصلا من الحرية وفي الحرية والتغيير هي أن الجميع الطرفين يتعاملون بشكل إيجابي لأننا نتحدث الآن عن مشروع وطني نريد أن نتبنى هذا المشروع الوطني لنعيد به بناء بطنة خلال الأربع سنوات القادمة حتى هذه اللحظة الاعتصام نعم موجود وهو الحامي والضامن الحقيقي للثورة وهذا لا يعني مطلقا أن المجلس العسكري لا يتعامل بإيجابية معنا هذا هو الموقف الرسمي من الحرية والتغيير